طيب ايه الاعراض بقى؟ اللي تومة تحصل اعرف ان انا داخل على قدم سكري سواء بقى المشكلة في الاعصاب، المشكلة في الاوعية، المشكلة في العظم والمفاصل ايه اللي انا حس انا كمريض يبدأ يضرب لي جرس كده؟ لا الحق في حاجة بدقة من ضمن اعراض القدم السكري اكثر الاعراض شيوعا هو التهاب الاعصاب الطرفية ايه مريض عنده السكر بيتابعش السكره دايما عالي بدأ يشتكي من تنميل في صوابع رجله او حرقان او لسع زي الكهرباء دي اعراض التهاب الاعصاب الطرفية بيبقى اكتر فين في الرجل؟ صوابع القدم صوابع القدم مريض بييجي يقول انا صوابع بتحرقني في الناس ما بيعرفيش ينامه صعب جدا النوم بنسبله هو بيتحرك الالام مفيش لما ييجي ينام تتظهر مع الالام ديت يبتدي احساسه بالحرارة والبرودة يتغير دي اعراض تصلوا بشرايين تصلوا بشرايين الدم ما بيوصلش للرجل بالضبط ده مريض التفحص بدري وتعالج بالادوية وتعالج بادوية المخفضة للدهون وادوية المسيلة للدم اعراض الشرايين دلوقتي بقينا نشوفها سنه صغير زينا زي اطباء القلب بدأ دلوقتي يشوفوا مشاكل القلب في سنه اصغر من العادي الاسترس والسكر والتدخين كلا كبيرة شوفنا جلطات في عشرينات بالضبط والتدخين دي في التدخين مع مريض السكر بتضاعف الارقام جدا او الوجبات السريعة وجبات السريعة والاكل على التهون طيب الجزء الثالث اللي هو العضم وتأثير السكر على مفاصل القدم ياخدني بقى لمفصل شاركوت من الحاجات الصعبة بدا من الحاجات الصعبة بدا في تشخيصها هو مفصل شاركوت المريض اللي عنده التهاب اعصاب طرفية مش بيحسي برجليه لو انا اتخبطت في رجليه او حصل تمزق في وطر صغير هجيلي الام هنام في السرير هو مش حاسس بالالام دي فيبقى الحدث موجود لكن هو مش حاسس دكع رجليه ما بتوجعوهش ويتكسر ويتخلخل المفصل من مكانه مفيش الام هو ده مشكلة التهاب العصاب الطرفية المريض شاكوته عنده تورم في قدم واحدة مش في الاتنين وسخنة تحسها تلاقيها سخنة والمريض ما عندهش حرارة درجة حرارة طبيعية هو ده مفصل شاركوت تورم في قدم واحدة معاها اتفاع في حرارة القدم واحيانا بيشقص على انه خرج ويفتحوه ياه شابهه زي الكاب الخلوي حتى بعض الاطباء ما بيعرفوه طي المريض اللي عنده الشاكوى دي دكتور يشوفه دكتور اوعية دموية رقم واحد اول حاجة يعمله اشعة اكسرية عادية خالص حيبان فيه اي مظاهر تشخصها برانين المغناطيسي مفصل شاركوت في اوله سهل في العلاج لما بيتقدم ويعمل قرحة بالاخص في بطن القدم هو القدم من القرش بتاعها كده لما حدث اتفاع كده هيبقى الجزء الاوصب من القدم ساقت ساقت في احتك في الارض يحصل القرحة من تحت في المنتهى الصعوبة علاجهم وان كان فيه بعض الطرق العجاجة جراحية لها لاصلاح المفصل دوت المتخصص يعرفه المتخصص يعرفه رجل ورمة واحدة في مريض سكر غالبا عنده الاتهاب اعصاب غالبا مش حاسس برجله بقالها يومين تلاتة اسبوع عشر دا خلاص داخل على شرق سخنة وما بتوجعوش وتحسها دافية ولو عملت له تحليل الدم مفيش علامات الاتهاب في تحليل الدم اكس ري ممكن تبين اللي هي سرعة ترصيب والحاجات دي وبالضبط وصير بي المريض دوت يعمل الرنين حيبان علامات في الرنين تحت شرقه